طريق الأستانة يمر عبر أنقرة وقد أعدت ملفاته بموسكو لتتسرب أنباء عن تعيين محمد علوش رئيساً لوفد التفاوض الذاهب إلى هناك الأستانة التي لم يفصل بعد موضوع حضور واشنطن لها أعرب رئيسها المنتهي ولايته باراق أوباما بذكرى الكيماوي عدم ندمه لوضع خطوط حمر للأسد رغم تجاوزها فيما صرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بكارثية الوضع بسوريا عقب التدخل الروسي الأخير يعني ما لم يتم ممارسة ضغط على الذين يقومون بالخروقات ستواجه أستانة مصير ما سبق من لقاءات ومؤتمرات وأعتقد أن الشق السياسي سيواجه صعوبة في أستانة لأنه مؤجل إلى جنيف ثلاث أطفال صغار يعني وفي زوجتي وفي زوجتي وفي بس نطع على نحن إذا في حد لا يساعدنا في وادي بردى مجزرة جديدة تركت الناس في مأساة بعد أن ودعوا 15 شهيداً بدير قانون لتترامى أشلاء الأطفال هنا وهناك وسط عالم اكتفى برسم الخطوط الحمر التي لم توقف الشبيحة عن إراقة الدم السورية وعن حصار أكثر من 100 ألف شخص دون غذاء أو دواء في واد أطل عليه رؤوس الإجرام من كل صوب وأخرجوا حتى ورش الصيانة من حرم النبع دون إكمال الإصلاح النظام استغل الهدنة متقدماً في بلدة بسيمة وأحد ضواحيها عين الخضرة المشهورة يعني متوجهاً باتجاه عين الفيجة إلا أن الثوار كبدو خسائر كبيرة هنا بجب البرازي قرب الباب بريف حلبة حصدت مفخخة جديدة حياة العديد من المدنيين وتركت مبتور اليد يبكي مبتور حياته فيما يستمر درع الفرات وغضبه طرف المدينة وتستمر الطائرات الروسية حائمة بحمم موتها فوق قرى الأرياف السورية مقاعة لمجزرتها بالمحسن شرقية البلاد لم تغيب طائرات الأسد وروسيا عن مشهد الدم السوري اليومي فيما بات الطريق نحو الأستان قريب فما الجديد المقدم هناك؟ سؤال يبقى جوابه برسم قادم الأيام للقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول